اشتركوا في القناة في منطقة الشرق الاوسط بمملكة البحرين وبهذه المناسبة اكد وزير الاشغال اهتمام وحرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة المجالات باعتباره محرك اساسي لدفع عجالة التنمية الاقتصادية ولوها وزير الاشغال بهمية تعزيز اوجه التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والمكاتب الهندسية في تنفيذ مشاريع البناء المعمارية لاعتماد التقنيات الحديثة في المجال الهندسي بما يسهم في تطوير العملية الانشائية وتعزيز جودة وكفاءة العمل من خلال الاطلاع على التصاميم بتقنية الواقع الافتراضي قبل الشروع في البناء أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم التغطية الإصدار رقم 226 من سقوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يسترها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في السادس من يونيو 2024 إلى الخامس من ديسمبر 2024 ويبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك 6.5% علما بأنه قد تم التغطية الإصدار بنسبة 323% أعلن كل من بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ميرا أنهم قد استكملوا بنجاح أعمال اجتماع جمعية علاقات المستثمرين في البحرين وقد تم خلال الاجتماع إطلاع الأعضاء والمشاركين على أحدث الاتجاهات والمستجدات المتعلقة بعلاقات المستثمرين كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة حول دمج الذكاء الاصطناعي في علاقات المستثمرين وتعزيز مهام علاقات المستثمرين من خلال تحسين ممارسات الإفصاح وإدارة دورة الإرادات الفصلية والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية تستعد شركة دليل البحرينية إلى أحداث نقلة وساعة في القطاع المالي من خلال إطلاق النسخة الثانية من دليل وسوف توفر المنصة الجديدة تجربة محسنة تساهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية وإدارتها تساعد لوحات المعلومات من دليل على تسهيل عمليات إطلاق المنتجات والعروض وتعزيز إمكانيات البنوك والمؤسسات المالية وتوفير رؤية وتحليلات أعمق لتمكين هذه المؤسسات من سرعة التعرف على التغير في السلوكيات واحتياجات العملاء ومن خلال الاستفادة من هذه الرؤى يمكن للبنوك إطلاق منتجات وخدمات تناسب الاحتياجات الخاصة للعملاء بما يلبي متطلباتهم بشكل أفضل ويقود في النهاية إلى خلق قطاع مالي ديناميكي يتميز بسرعة الاستجابة